نبدأ في حوارنا الكل بتكلم على الزراعة نعم لنحكي الدغري العودة إلى التشجير الزراعة لازم نرجع للأرض بعدين في كتير مقارنات عمالها بتكون كيف كنا الشمال سلة غذائية إلى كل منطقة الشرق الأوسط فترات رومانية متأخرة كانوا عاملينها مخزن للقمح ونصدر إلى إيطاليا وغيره الآن واقعنا يعني التمنيات شيء والتغني بالماضي شيء ولكن في صعوبات على أرض الواقع في تقصير مننا وفي أشياء في العالم تتغير لربما في المناخ صحي التغير المناخي حقيقة وهذا مش عملية بتتم بين سنة أخرى بأخذ عقود يعني إحنا بدينا نشعر فيه واقعا منذ الستينيات وبدأ المزارعين في الأردن يطلبوا دعم بدل زراعة القمح بدل موسم الأمطار وبالتالي بدوا يتحولوا من زراعة القمح إما للعمران أو لبيع الأراضي لزراعة الخضروات وهذا ما حصر فينا فقط في الأردن إذا بتلاحظ كنا نسافر من الرمثة للشام كانت كل الأراضي قمح يمينا وشمالا اليوم تطلع كلهم بحفروا أبار وبزرعوا خضروات التحول الزراعي صار من القمح لأنه ما كانش على ثباتية عبر السنوات إلى الخضروات والأشياء الأخرى وهاي أدت إلى استنزاف الموارد المائية الأردن كان فيه 12 حوض مائي بقي منهم حوضين كمان لازم نحكي بالزيادة القصرية للسكان يعني نحكي فيها إحنا الآن 11 مليون تقريبا بعيش وبتحرك وبوكل وبشرب ما يكفينا من مياه هو لـ 2 مليون فقط المتوفر حاليا المتوفر حاليا بالتالي بتشوف المياه مقتصرة على مرة في الأسبوع إن وصلت أو في مناطق أخرى بصعوبة وفي جهد لوزارة المياه في صال المياه للكل لكن مع ذلك توفر المياه مش موجود كما إنه مياهنا إحنا تشاركية نحن نتشارك مع سوريا شمالا في حوض اليرموك وحوض الأردن مع إسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا ونتشارك بحوض الديسة مع السعودين رح نحكي في هاي الأشياء أكثر ولكن شكرا للمعلومة إنه إحنا في عنا مية فقط لـ 2 مليون وعددنا هون إحنا عايشين 11 مليون مدام بدينا بالزراعة خلينا نكمل ونرجع لهاي الموضوع رح أسألك على موضوع اتفاقية المياه مع إسرائيل حصتنا اللي بنوخدها أو المفروض نوخدها من سوريا وغيره وحضرتك كنت من المفاوضين أعتقد في فترات معينة مع الطرف الإسرائيلي لنوخد حقنا من المياه والسوري والسوري نعم في نظريات كتير عاد هلأ عم تطلع في البلد يعني هو من باب الفكاهة مائلنا فيها بس ديش أسميها نظريت البطيخ بس دكتور أنت عندك مشكلة مع البطيخ يعني هي حرب مع البطيخ ولا موصلنا للحرب بس دكتور معك حق بالعكس أنا من أفضل الفواكه عندي هي البطيخ أكي البطيخ لكن حقيقة نعم لكن ما بتستطيع أنك تزرع بطيخ وبندورة البطيخ اللي وحده مكونه فوق التسعين بالمية منه مياه صحيح وعرق البطيخ لما يزرعوا المزارع بياخد تلاتين متر مكعب من المي وهذا بنحمله على شاحنات وبنصدره للخليج وكل مكان بالعالم بنبيع ميتنا بنبيع ميتنا برافو يعني يجب أن نحدد أو نقنن من الزراعات المستنزفة للمياه إحنا المياه تستنزف 60% الزراعة تستنزف 60% من مياه هنا طب يا جماعة حرام هذا الحكي وإحنا ميتين عطش يعني ما فيش إدارة مثلة بتوزيع الموارد المائية هلأ زيادة السكان كمان زيادة قصرية نحن نفتخر في الأردن أنه التعددية عملت هذا البلد من كل الهجرات وهي اللي خلقت من هذا البلد معدن نادر ونوعية نادرة من البشر لكن حقيقة نحن النكسة والنكبة قبلها والحروب المتكررة فيما بعد جلبت كثير من اللاجئين وكون بلد حاضن للهجرات بالعرف التقليدي المعروف عنه بالاستقبال الضعيف واللي بحتاج إحنا اليوم مش قادرين نوفر مياه لها دول كله هذا السبب الرئيسي طيب ووالحل بنظرك؟ الحل التحلية والتحلية إحنا تضغط علينا إسرائيل أن نشتري منها مياه محلة من البحر البين المتوسط كمان مية؟ والسبب اللي إحنا بنرفض فيه التحلية من البحر البين المتوسط أنه مش ممكن أنت تخلي عداد ميتك عن جارك أو حنفيتك عن جارك مهما كان أو مين ما كان لهذا السبب البديل هو من العقبة أنا بعرف أنه في خطوات حاليا للبدء في هذا المشروع لكنها متأخرين وإذا أخذنا العامل البيئي أنه البحر الميت عم بتنزل مستوى سنويا بمقدار نص سنة نص متر وأكثر يجب أنه حلي ونضع مياه في البحر الميت قداش متأخرين إحنا إذا بنحكي 11 مليون ولكن حصة المية تكفي إلى 2 مليون وما بعرف هذا المشروع إحنا أنا ما بدرش أجاوب عن حكومة يعني بس إحنا واضح أي واحد بقدر يقول ويشوف ويتابع هل إحنا قادرين ننفذ مشروع ضخم وكبير بس هذا مشروع أساسي حقيقة أنا بعتقد الحكومة لوحدها غير قادر يجب أن يبادر القطاع الخاص ويأخذ المبادرة ويبدأ بالتحلية على الحكومة أن تفتح للقطاع الخاص إمكانيات التحلية ولا سيما أنت ذكرت إدامة وإدامة تعنا بالطاقة البديلة استعمال الطاقة البديلة اليوم الشمسية والرياح بيخفف كلف التحلية إلى النصف فلنبدأ بهذا المشروع ونفتح المجال للحكومة أن تشتري المياه النظيفة النقية الحلوة من المستثمرين تمام أنت متفائل لا شفت؟ أنا مش متفائل مع عشانك بحاول يعني لسببين السبب الرئيسي أن تكون عندك مبادرة وحكومة قادرة على العمل يعني أنا بتحدث عن الحاجة للتحلية من حوالي 25 سنة ما تم الشيء ما فيش تطوير سياسي حقيقي اللي يخلي البرلمان يناقش هذا الموضوع اللي يتساءل البرلمان ليش ما فيه خطط بهالمجال هون أنا بدي هون بدنا المساءلة هون بدنا بالمشاريع التنموية بالحاجة للتنمية والبقاء هاي عملية بقاء للبلد أكثر من قضية اشترينا من هون ولا اشترينا من هنا فكرة بقاء للبلد بتذكرني في كلام سابق قرأته عن الملك حسين في وجهة نظره السياسية للمنطقة بأن الحرب القادمة هي حرب مياه حرب مياه يعني هي حرب وجود أنت بتشاهد الموضوع مش مزح نهائيا بالضبط لاحظ النيل والصراع الحبشي مع السودان ومصر لاحظ الفرات ودجلة والصراع التركي مع سوريا والعراق وإحنا بمشاكلنا مع جيراننا في مواضيع المياه أيضا قضية أساسية لكن هذه أيضا تنتج عن قلة التطور يعني أنت بتلاحظ الدانوب نهر أوروبي بيمر في ثمان بلدان معمره صار خلاف متفقين على توزيعه وعلى أسس إدارته يعني لنا أن نصل بحكمة لمثل هذه الأمور ويعني أنا بستغرب دولة عزيزة وقريبة وإخوان إلنا زي سوريا وفي بيننا اتفاقات ومش محترمة فما بالك يعني قصدق تحكي إحنا ما عم ناخد حصتنا من سوريا أو سوريا ما عم تعطينا ميتنا يعني فيش غير هيك أحكي خليني أحكيها ما بناخد حصتنا من سوريا آه ليش؟ لأنه أنا مش واثق أنه الإدارة مثلة مثلة للسوريين في المناطق في مناطق حوران وأنا مش مش راضي على الأقل كمواطن على أنه ما فيش حوار في هذا الموضوع يعني يجب أن يكون هناك حوار إحنا بنينا سد كان من المفترض بيننا وبين سوريا على اليارموك كان من المفترض أن تكون سعته بـ 300 مليون نزل 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 إلا بنينا بـ 110 مليون اليوم ما فيش فيه 15 مليون وين المي؟ مستنزفة بأراضي حوران السورية نعرف يعني إمكانيات بلدنا ولكن مشروع كبير يؤمن المياه للفترة المقبلة أعتقد قد يكون من أولويات الأولويات صحيح اللي هو موضوع بسموه قناة البحرين أو ناقل البحرين هل الموضوع فقط ممكن يكون للتحلية وغير رفض مياه البحر الميت ممكن كمان نعمل شي بما يخص الطاقة هذا السؤال سؤال ثاني يعني ليش عكي لك إحنا قادرين أو لا ولكن ممكن نأخذ قرط كبير لربما يكون دعم من دول شقيقة لتنفيذ مشروع كبير من هذا النوع خليني أبدأ من الفقرة التانية حقيقة لا تحتاج لقرط يفتح الباب للاستثمار للأردنيين أول شي ينشئ شركة خاصة عامة سي كيف عندك شركة المصفى كيف عندك شركة الكهرباء يقول للأردنيين تعالوا شاركوا كل واحد يشتري أسهم ما في حدا ما بيشارك لأنه المياه يدفع ثمنها كما الكهرباء أنت بتدير ما تدفعشش فاتورة الكهرباء أو فاتورة المي وبعدين سعرها مشدي والجدوى موجودة يعني أنت الكلفة كانت حقيقة بالطاقة التقليدية اليوم إحنا الطاقة المتجددة بترخص الكلفة إحنا متحدث عن متر المياه المحلة يصل إلى حوالي أربعين سنت يعني ثمانية وعشرين قرش المتر الواحد طيب ما بوصل لك في عمان لما لدي نار فهناك جدوى ثاني شيء الجيد في هذا المشروع أنه بيوفر لك تنمية في وادي عربة اللي إحنا مش قادرين ننمي فيه شيء لحد الآن إحنا متراجعين جدا عن تنميته سواء سياحيا أو زراعيا سواء بعض مزارع النخيل اللي تمت مؤخرا ثالث شيء برد برفع مستوى البحر الميت بتنازل وحكينا بهذا الموضوع ولا بديل عن رفع مستوى البحر الميت وإلا بتقضي على كل سياحتك عند البحر الميت صحيح وبتقضي على إرث تاريخي وجغرافي مهم وبإمكاننا مش باستعمال حجة بقناعة معينة إنه يا جماعة هذا سببه هذا سببين السبب الأول تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن اللي أدى لانخفاض البحر الميت فعلى إسرائيل ضريبة أن تدفعها في هذا المجال والتاني إنه التغير المناخي اللي مش إحنا سببه أيضا هذا عالمي بيجعل كثير من دول عالم تدعمنا في تنفيذ المشروعين نعم في مصلحة هناك وأنا بتذكر كمان شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هم طبعا ما أكدوا نعم يبدو كمان من طرفهم في سحب للمياه مع أنه كمان يعني مصلحتهم أنه مستوى المياه في منطقة البحر الميت تظل مرتفعة طبعا طبعا هم بيعتمدوا كثير كمان على السياحة هلا هم بيعتمدوا على السياحة لكن تتوفر لهم مياه من الأراضي الفلسطينية من أراضي الضفة الغربية بالتحديد إسرائيل تسيطر على كل الأحواض في الضفة الغربية وبينما والمواطن الفلسطيني يأخذ حوالي 74 متر مكعب سنويا الإسرائيلي بأخذ فوق 300 و 400 بالأردن إحنا المعدل حوالي مئة من إلى 120 من المياه الفلسطينية هم اللي بيسيطروا على الأحواض المائية وبوزعوا المياه بأثمان بشركة إسرائيلية اسمها ميكروت في غزة لسه الوضع أسوأ في غزة ما عندهمش مياه سوى المياه الملاصقة للبحر فمعظم الأياء معظم الوقت المياه شبه مالحة والتنقية مش بالمستوى الصحيح وبالتالي المواطن الفلسطيني دون في غزة حصته من المياه دون حد الفقر المائي يعني 47 متر مكعب في السنة حصتنا من سوريا لأنه إحنا حكينا أنه لنا حصة في سوريا من المياه ما عم توصلنا بالكامل شو بتقدر إحنا؟ إحنا جزء من سوريا سوريا الكبرى إحنا وسوريا ولبنان وفلسطين بلد واحد في التقسيم الجغرافي إحنا بلد واحد في البعد العربي لكن ما بصير يعني إحنا قضايا الانفتاع إحنا من الوحيدين أو القل اللي أخدوا مليون و أربعمائة ألف لاجئ سوري هذا أخدناهم مش حتى ناخد عليهم معونات لأنه إحنا ننتمي عروبيا لسوريا و لكل العرب فالحق لنا هناك في هاي المياه قد يكون مغبون قد يكون فيه سوء تفاهم و لن يحل إلا بالطرق الباب و الحوار إنه تعالوا يا جماعة خلانا نتفاهم هاي حصتنا من المية يعني إحنا أيضا علينا التزامات وهم عليهم التزامات اشتركوا في القناة